موسيقى موسيقى حبا ايه بطلبة سينير 1 عندنا النهاردة لسن 2 في مناج التريجنومتري اللي هو الراديان ماجر احنا طبعا عندنا فيه طريقتين لقياس الانجل في الطريقة الالد سيستم اللي هو ديجري منت ساكند وعندنا نيو سيستم اللي هو الراديان ماجر احنا النهاردة شغالين على الراديان ماجر السؤال الاول بيقول له حضرتك ايه السؤال الاول بيقولي الانجل الماجر بتاعها 25 باي اوفر 9 موجودة في انهو منطقة طبعا الكوادرنت كده نفكرك بيه الكواد الفرست كواد من 090 ده كواد اول من 90 ال180 ده كواد تاني من 180 ال 270 كواد تالت من 270 ال 360 كواد رابع هو بيقولي حضرتك الانجل الماجر بتاعها 25 باي اوفر 9 موجودة في انهو منطقة هبدل الباي ب180 هنعمل على الالتنا الجميلة 25 times 180 divided by 9 حيطلع 500 ده رقم اكبر من ال 360 طب اتصرف ازاي لما الرقم بتاعي يكون ازياد من 360 هقعد اناقص منه لفات كاملة لحد ما الرقم يصغر يبقى ما بين ال 0 و 360 اقول الكواد يعني اناقص من دي 360 هيطلع 140 وال140 دي ما بين ال 90 وال 180 يبقى انا في السكند كوادرنت السؤال اللي وراه هنبدل الباي ب180 عشان هي انجل هنعمل ستطلع ستطلع 930 هنقص منها كاملة بقى 360 هنزل واحدة في التانية هيتطلع 210 ال 210 دي دي في السرد ما بين ال 180 وال 270 يبقى انا شغال في المنطقة التالتة السؤال اللي وراه بيقالي الانجل المجر بتاعها كده هنعمل نيجاتف 9 تطلع هيتطلع نيجاتف طبعا ما ينفعش انجل بالنجاتف هنزود عليها 360 مرة وفي التانية هيتطلع 350 350 دي فقانه منطقة في المنطقة الرابعة يبقى لو الانجل تطلع برقم كبير بنبدل الباي ب180 لو الانجل تطلع برقم كبير بنزل منها 360 لحد ما تصغر تبقى بين 0 360 احدد الكوار اما لو كانت الانجل بالنجاتف هنزود عليها 360 لحد ما تبقى بصطر ما بين 0 360 ونحدد الكوار ماشي تفاهمني السؤال اللي وراه اعطيني الانجل بالدجري والمنت والسكند وعايز يحولها للراد طبعا احنا عندنا الانجل بالدجري على 180 هيساوي الانجل بالراد على باي طبعا انا مستر هبدل الدجري 43 دجري 12 منت عشان اجيب الانجل بالراد هعمل 43 دجري 12 منت تايمز الباي على 180 بص هنكتب على الآلة 4 3 كما بعد كده 1 2 كما تايمز الباي شفت تايمز 10 divided 180 بالآلة هيطلع كام بالآلة هيطلع لحضرتك انا هعمل شفت 9 3 equal AC انا واكتب 4 3 كما 1 2 كما divided 180 طلعت لي يا مستر سيكس على 25 باي طب سيكس على 25 باي دي موجودة في اللي تشويسس لا خليها دي موجودة هتبقى 0.24 والباي تنزل هتبقى 0.24 بار السؤال اللي وراه هنبدل الباي ب180 هنعمل 8 times 180 divided by 3 هيطلع 480 اللي بعدها بيقول لي the sum of measure of angle of quadrilateral 360 quad طيب بيقول لي 360 دي بتسوي كام بالراد بالراد الباي ب180 يبقى 2 باي يعني 2 times 180 نخش على بايبي على السؤال number 7 بيقول لي the sum of interior angle of regular polygon n minus 2 times 180 والن هي عادة السايد عايز measure of the interior angle عايز measure of the interior angle عايز measure بتاع angle واحدة بس في regular pentagram كان لها قانون n minus 2 times 180 over n ده عشان نجيب angle واحدة بس والن هنا بانتجن يعني 5 يعني 5 minus 2 times 180 على 5 ده عشان نجيب الانجل الوحدة هنعمل 3 times 180 على 5 هيطلع 100 and a جرب مين في الاختيارات هتطلع 180 هتلاقيه c 3 times 180 على 5 هتطلع الإجابة مصبوط خش على اللي وراه عطيلي الديامتر ب12 بيقول لي in a circle الديامتر ب12 يبقى ال radius ب6 نصه بيقول لي subtended by measure of the angle 60 عايزي بقى عايز length of arc length of arc قانون بتاعه المجر بتاع central angle على 360 times 2 by r المجر بتاع central angle 60 على 360 times 2 times by 7 times radius ب6 اعمل ده على الكالكليتر بتاعتك اهو 60 over 360 times 2 times by times times 6 هيتطلع بالقالة to boy يعني إجابتي هتبقى to boy السؤال اللي وراه بيقول لي إذا ينسكرايب the angle بكده ده الانسكرايب angle هتطيمزها في 2 عشان تبقى central يعني 67.5 times of 2 هتبقى 135 ده الانجل ده الانجل ده الانجل وعطيني ال radius وعايز ايه من حضرتك length of arc يبقى القانون المجر بتاع central على 360 times 2 times by times radius اللي هو 8 اعمل على قلتك يلا 1 3 5 over 360 times 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 8 هيتطلع 6 السؤال اللي وراه the measure of the central angle radius 50 وعطيك length of arc 5 عايز من حضرتك ايه؟ عايز المجر بتاع central angle بنقول الانجل بالراد هيبقى length على radius length كام 5 boy و radius 15 حطوهم على الآلة هيطلع by over 3 by over 3 هبدل by 180 يبقى 180 على 3 هيطلع 60 يعني اجابته هتبقى b السؤال اللي وراه بيقول لحضرتك عطيني the measure of the central angle subtended by arc of length equal to the diameter length يعني بيقول لحضرتك أن central angle length of arc add diameter يعني length of arc add add diameter two radius فبيقول لي عايز يعرف angle انظر مصر add diameter يعني two radius يعني length of arc يسوي two radius يقول لك length of arc نحن نقول angle length length two r two a الر ستذهب two radius two radius هو يسألك two radius تسوي كم بالدجري فانا هقول angle بالدجري على 180 هتسوي angle بالرد two على b هنعمل two times 180 divided by هيطلع 114.5 يعني angle بالدجري هتسوي 114.5 يعني تقريبا 115 السؤال اللي جاي بيقول لي triangle عاطيني angle فيه 75 75 والانجل الثانية by 180 يعني 60 وعايز الانجل الثالثة هنعمل 180 minus 75 plus 60 هنعمل 180 minus 65 minus 75 minus 60 هيتطلع 45 ال45 ده ايه by حبابي دخلنا السؤال 13 بيقول is a string length of a symbol bendwind is 14 cm swing in a angle of measure one over ten point دي كده الانجل بالراد وعاطي حضرتك ال radius بيقول لي عايز length of arc فنعملها مستر بالماجيك triangle السيتا red length على radius هو عايزة length of arc يبقى عشان نجيب length of arc هعمل time is radius 10 يعني times ده يعني مستر على الآلة 14 times 1 over 10 هتطلع 4.39 اللي هتطلع 4.4 يعني السؤال اللي وراه بيقول لي ده cycle وطبعا انت عارف من صفات cycle ان الانجل اللي في وشة بعض بيكونوا supplementary يعني A والC مجموعهم على بعض 180 والسؤال ده مهم عشان اجيب angle c هنعمل 180-60 هيبقى 120 فاشوف 120 انه واحدة في دول هل هي باي على 3 يعني 180 على 3 طبعا لا 180 على 6 طبعا لا جرب 2 times 180 على 3 هيتطلع 120 بقى جابتي c وده سؤال مهم جدا الانجل اللي فشة بعض في cycle A والC مجموعهم على بعض 180 السؤال number 15 بيقول لحضرتك كيف زرادية measure of angle of regular heptagon عايز بصة ميستر عشان اجيب الانتيرير الوحدة في الهبتاجون الهبتاجون 7 side هنعمل n-2 times 180 over n ده بيجيب angle واحدة في regular polygon فلو قال لي heptagon يبقى عنده 7 7-2 times 180 over 7 اعملها كده على الكالكيليتر انت كده هتجيب الانتيرير الوحدة هتنقصها من 180 عشان تجيب الانتيرير يعني بصة ميستر هيبقى 5 times 180 divided by 7 هتطلع 900 على 7 اعمل بقى الرقم اللي طلع ده minus 180 يعني 180 minus اللي تلع هنعمل 180 minus 900 divided 7 هيتطلع 51.4 شوف بقى مين واحدة في الاختيارات تطلع نفس الإجابة جرب كده هتلاقيها 2 على 7 times 180 يبقى الاجابة هتبقى بيه حبيبي السؤال number 16 بيقولك ان AB والAC tangent طبعا انت عارف radius مع tangent يبقى الانجل في النص ب90 radius مع tangent يبقى الانجل في النص ب90 هو عطي حضرتك ان الانجل دي طبعا دي time is 180 هتعمل 5 over 12 times 180 5 times 12 5 times 180 divided 12 الاب 75 طبعا ده cycle quad الانجل فش بعد 180 يبقى الانجل فش بعد 180 فعشان اجيب M هتبقى 180 minus 75 هتطلع 105 يبقى نقصة من 180 يعني هنعمل 180 80 minus 75 هتطلع 105 هتبقى هو عايز smaller arc بي سي احنا قانوني length of arc المجر بتاع central angle المجر بتاع central angle المجر بتاع central angle على 360 time is 2 time is time is radius كام تبقى مستر المجر طب ما تبدل السركونفرنس كلها 2 by rd بدلا 96 يعني بص كده يعني اعمل المجر على 360 time is 96 على طول يعني مستر بصة 105 divided 360 divided 360 divided 360 times 96 هتطلع 28 يبقى تزاد رادي المجر بتاع كام اعتبر انه مش موجود هنعمل 30 plus 180 افتح كوس 3 قفل كوس هيطلع 570 بيقولك مين قدها مين قدها مين اكويفلنت لها بصة مستر هي 570 دي لو نقصة منها 306 طيبة 200 يعني دي اكويفلنت لدي طيبة مستر هو بيسألي مين قدها طبعا 180 على 6 دي بتطلع 30 اكيد لا وال180 جرب يعمل 7 over 6 times 180 ايطلع 200 يبقى هالإجابة الصحيسية بيقولي السؤال اللي وراه بيقولي if the length of the arc represents 3 over 8 من السركمفرنس يعني ده 3 over 8 من السركمفرنس وطبعا تعرف قانون length of arc المجر على 360 times المشي السركمفرنس مع السركمفرنس يبقى المجر على 360 هيسوي 3 على 8 عشان يجب المجر هعمل 360 على 8 يعني times 360 يبقى سريع على 8 times 360 هيطلع 135 C يعني السؤال اللي وراه بيقولي لو radius one يبقى المجر بتاع central angle بالراد هتبقى بيساوي ايه الانجل بالراد هتبقى length على radius فلو كان radius one هسيب length زي ما هو يعني إجابتي هتبقى قد طول القوس هتساوي length of arc هتساوي length of a r c السؤال اللي وراه السؤال number 20 بيقولي the radius measure of the angles subtended by here length of arc three وبيقولي area circle by square area circle by r square هتساويها 16 by الby مع الby يبقى 4 ورتوب 16 اعمل روت للناحية يبقى radius four لو radius four هو عايز الانجل بالراد عشان اجيب الانجل بالراد length length three and radius four هيبقى سريع على four rad الى هي 0.75 الى دي بيقولك الانجل one rad cold quadrantal angle ولا obtus central دي angle بالراد بس حبابي بكده نكونوا خلصت حيثة النهاردة اشوفكم على خير في الفيديو الجاي السلامة